مرحبا بكم مشاهدين الكرام تتواصل تعطية قناة يمن شباب حول اليمن في مواجهة العنف حلقتنا في هذا المساء حول القطاع الخاص في مواجهة العنف تأثير العنف على أداء قطاع الخاص وعلاقة أحدهم بالآخر يقول أحدهم إن القطاع الخاص في اليمن لم يقدم أي شيء للوطن ويضيف آخر أن المستفيد الأول من الأزمات التي يمر بها الوطن هم رجال الأعمال وأحدهم كتب على صفحته في الفيسبوك أن الإصلاحات السعرية تصب في صالح القطاع الخاص أولا قبل أن تستفيد منها الدولة وفي خضم ذلك يتهم عدد من خبراء الاقتصاد القطاع الخاص باستثمار الأزمات لتحقيق الأرباح دون القيام بأي دور اقتصادي يحدم الوطن وبالمقابل يحمل القطاع الخاص الحكومة مسؤولية كل ذلك ويتهمها بعدم توفير البيئة الآمنة للاستثمار وأن مشاريعهم الاستثمارية تواجه خطرا حقيقيا بسبب جماعة العنف التي باتت بعضها تهدد العاصمة الصنعاء وبصوت عالي يقول القطاع الخاص بأن الحكومة تتهرب عن خلق شراكة حقيقية بينها وبين رأس المال ما هو الحل إذن؟ وما هو الدور المعول على القطاع الخاص؟ وماذا عن تلك العلاقة المشبوهة بين عدد من رجال الأعمال وجماعات العنف؟ كذلك أليست المشكلة أو المأزق الذي تمر به اليمن هي مشكلة اقتصادية بالدرجة الأولى؟ ألا تستغل جماعات العنف العاطلين عن العمل كوقود للحروب؟ ثم بعد ذلك هذه الأسئلة وغيرها كلها سنحاول الإجابة عليها في هذه التغطية الخاصة التي تأتي ضمن الحملة التي تنفذها قناة يمن شباب عن اليمن في مواجهة العنف ما زالت مشاركاتكم نتطلع إليها بشغف وتعليقاتكم على الهاشتاغ الظاهر أعلى يسار الشاشة اليمن في مواجهة العنف ضيفنا لهذا المساء الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الكريم العواضي أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الكريم في هذه التغطية أستاذنك الآن مشاهدين الكرام نذهب إلى تقرير عده الزميل العمقي حول هذا الموضوع بحسب الكثير من اليمنيين فإن جني الأرباح وتكديس الأموال هو ما يتقينه القطاع الخاص في اليمن ففي كل مرة يقع فيه الاقتصاد اليمني في دائرة الخطر نتيجة الظروف والأحداث الناجمة عن السياسة وانعكاساتها الكارثية على الحياة العامة يكتفي القطاع الخاص بإصدار البيانات والبلاغات صحفية فمنذ نصف قرن والقطاع الخاص يقدم النصحة والرؤى والمقترحات لصانعي القرار الحكومي لم يحدث في كل هذه السنين وأن قام ملياردير يمني واحد بتقديم شيء كالذي قدمه رفيق الحريري للبنان مثلا لن نذهب بعيدا فقبل بضعة أسابيع على إقدام حكومة الوفاق على تحرير أسعار المشتقات النفطية تجنبا لما هو أسوأ كان القطاع الخاص قد تقدم بمقترح تحرير الدعم وكأن الحكومة غير قادرة على استنباط هذه الفكرة التي استنزفت الموازنة العامة للدولة إذن قلاصة ذلك المقترح وأن يتحمل المواطن فاتورة الإصلاحات السعرية لقد حدث كل ذلك دون أن يقدم أحد من رجالات الأعمال في اليمن شيكا بالضرائب القانونية للدولة دون أن يعلن الاتحاد العام للغرف التجارية وصناعية عن التزام أعضائه بقانون الضرائب حدث ذلك دون أن يعلن التجار ورجال الأعمال عن توقفهم عن إدمان امتصاص الوطني والمواطن يأتي كل ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه الوطن لاستهداف من قبل جماعات العنف التي باتت تهدد بإسقاط العاصمة صنعا في حين يتهم العديد من رجال الأعمال بدعم جماعات العنف وتمويل أنشطتها فيما قام فريق آخر بتنفيذ ما يسمى بالممارسة الاقتصادية الطفيلية المتعمدة على الربح السريع والأزمات والمشاريع الهشة لتحقيق الأرباح دون القيام بأي دور اقتصادي يخدم الوطن وبعد كل هذا هل يمكن للمواطن البسيط أن يقتنع بأن الأزمات التي يمر بها الوطن لها انعكاسات سلبية وتأثير فادح على القطاع الخاص من جديد مشاهدي الكرام نرحب بكم ونرحب بضيفنا الأستاذ عبد الكريم العواضي الخبير الاقتصادي ما هو تعليقك على التقرير بالتقريب محايد في حمل الجانبين لكن حمل القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي خش في الموضوع مباشرة اين مشكلة القطاع الخاص تريب الضريبي نعم السبب بصلاحة الضرائب وليس القطاع الخاص بالمنطق التاجر لا يريد أن يتفعل القطاع الخاص والقطاع الحكومي بصلاحة الضريب لا تريد أن تحصل بضرائب ويتم أخذ جزء كبير من ضرائب أكثر من خمسة مليار الدولار بالرقم الضرائب لا تحصل سنويا ما تم رفعه في موضوع النفط هي مليار ونصف دولار فقط هذا ما استفاده في موازنة الدولة في مليار ونصف دولار فقط من رفع الدعم على المشتقات النفطية بينما في موضوع كم هو الذي نريد أن تعيد هذه الفقرة؟ ما سوف تجنيه الحكومة ولا يتجوز مليار ونصف دولار من رفع الدعم على المشتقات النفطية كان يباع النفط بـ 2 مليار ومئة مليون دولار للسوق المحلي وصبح يصبح 3 مليار وسبعمائة مليون دولار أي أن الفارق هو مليار ونصف دولار فقط هذا بحسب بيان وزارة المالية لكن في موضوع الضرائب أكبر فساد هو موجود في موضوع الضرائب عدم تحصل الضراب لا أحد دفع ضريبة في اليمن نتكلم على ما يتقارب فقط حوالي 20 مليون دولار هي ضرائب أقل من 20 مليون دولار هي ضرائب تحصل الكروت الخش مثلا لأن المفترض أن 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 المفترض هو مشترك بصراحة بين الحكومة وبين القطاع الخاص السبب الأول وآخير تحمله جزء كبير للحكومة ولا نحمل الحكومة كاملة هي في المجال هناك بصراحة نتكلم واتكلمنا هنا أسابقا المالية، البنك المركزي، والتخطيط هم الثلاث المسؤولين على أي مشاكل اقتصادي في البلد وبالذات البنك المركزي هو المسؤول الأول على كل شيء في البلد طيب أنا الآن أريد أن يصير مجرى لقاء حول هل سيمثل الأستاذ عبد الكريم القطاع الخاص أو المواطن أو الحكومة مع أنه الآن كخبير اقتصادي نريد أن تبصر المشاهد والمواطن ورجل الأعمال والاقتصادي عن دوره في احتمالات مواجهات العنف ما هو دور رجال الأعمال، الشركات في توفير فرص عمل للعاطلين وغيرهم من أجل هذا العنف المحتمل الذي تواجهه اليمن جميعهم من تكلمت عنهم في سفينة واحدة إما أن يصلوا إلى بر الأمن وما سوف يغرق الجميع لن ينجو أحد مما نشاهده الآن موجود من نجده الآن من مظاهرات وممليشيات مسلحة في الشمال، في الجنوب، حتى حماهم حوالي العاصمة هم تسعين فلمين هم العاطين على العمل دائماً نستغلهم السياسيين والرجال دين وغيرهم يعني الآن الكرة في ملعب رجال الأعمال والتجار والاقتصادين أكثر من رجال الدين الكرة هي في ملعب الحكومة كل الجميع يدور حول الحكومة لماذا الحكومة؟ إذا صلح تصلح باقي الجساد لا نستطيع أن نلزم الرجل اللي عندما تدفع الضريبة للقانون والحكمة هي تلزمهم عندما تدفع الضريبة الحكومة هي من تخطط كيف تستطيع أن خلق وضائف سواء في القطع الخاص أو في القطع المخترط الحكومة هي مسؤولة عن بعمل مشاهدة صغيرة متوسطح حتى تستطيع أن السعود أكثر دعنا نكون صريحين معاك ما نجده الآن من أعمال العنف غير مقبول وغير مقبول إطلاقاً وما نشاهد الآن من مظاهراتها فقط لمعارب أخرى ليس هدفها صلاحة ووظف اليمن لكن الحكومة هي تتحمل مسؤولة كاملة دائماً نتكلم حلو مشكلة العاطية عن العمل خمسة مليون عاطية العمل وليس نأتي حلها في اليوم وليلة لكن لا نستطيع أن نحمل من نظوم ونظر طيب نحن من بداية الحملة ونحن نحمل الحكومة اليوم هل من يعني هل من دور ممكن أن يقوم به القطاع الخاص يعني أنا أريد مثلاً الحكومة كل يوم نحملها العلماء يحملوها العلمين يحملوها المثقفين الشباب المرأة كل من جاء ويجلس على هذا الكرسي الذي تتحدث الآن فيه كخبير اقتصادي حملوا حكومة وكل واحد أيضاً حمل الجهة التي يمثلها جزء من هذا التخلف حتى في الفنون حتى في الرياضة والثقافة والشباب الأستاذ عبد الكريم العواضي الآن هو يتحدث نريده أن يقول ما هو دور القطاع الخاص الآن في رفع الحرج على اليمن بشكل عام وطن يواجه تقسم يعني تجزيء ويواجه احتمالات تفكك إذا لم يؤدي كل واحد دوره ما هو دور رجال العمال والقطاع الاقتصادي بشكل عام الخاص دور القطاع الخاص هو في الأول الأخير هو تاجر يبحث عن مصلحته سواء كانت في اليمن أو خارجي اليمن هنا نقطة الخلل التي نريد من البشر هذا طبيعة البشر هو دورة نتكلم عليه كيف تستطيع أن تحبب له عملية الاستثمار في اليمن لن نجد رجال العمال الوطنيين لن نجد في العالم شيء اسمه رجال العمال الوطنيين دائما التجار فيهم الجشع طبيعة الجشع وتحسين الأموال الأكثر هذا الطبيعة لم يصبحوا رجال العمال هذا غريزة موجودة أصلاً في التجار طيب داني الآن أنت وصلتنا إلى نقطة خوفتنا من التجار ونصبحنا الآن نخاف أنه هم جزء من العنف الذي يقام الآن لا طبيعة رجل العمال هو كيف يصبحوا أرباح أكثر طبيعة الحكومة كيف تسيطر عليه موضوع استثمارات رجال العمال لن يستطيع أن يقوم بعمل استثمارات الطرم throw small and �IP جزء تحمل الجماعات المسلحة ولكن جزء آخر التحملها له الحكومة والاصلاحات التي مطلوبا موضوع الأمن مطلوب أولاً إن控 ogrاد استثمارات حتى لو قمنا بعمل اصلاحات اقتصادية مع وجود العنف مع جماعات التخريب لا نستطيع بصلاحة قلع تاخلي لو حدقت جماعات العنف و المفربين لندون وجود اصلاحات لن يحصل هناك حل مشكلة للبطالة والطباقم ولا آخر الموضوع موضوع تكاملي لكن ما نحن فيه الآن هي عبارة عن ليست موضوع أنها أزمة عبرها وإنما نحن فيه مفترك أصبحت للجماعات مسلحة على أبواب العاصمة صنوعة ننستطيع في يوم وليلة أن نقضي حل سحري لكن يجب أنها تكون هناك مستقية على المدال القريب وعلى المدال البعيد نعم نعم هناك تستطيع أن تكون هناك إصلاحات تستطيع أن تكون هناك عمل تكاملي لن نستطيع أن نتحمل الجزء الأكبر من الهم هو القطاع البنكي أكثر من رجال العمل القطاع البنكي يجب أن يتحمل جزء من مخاطرها الآن هو العمود الأساسي في عملية التلميه هو قطاع البنوك الذي يستطيع أن إقراض الأشخاص يشارعوا وضائع إقراض التجار يقوموا بعملية شرابة ضائعة وعمل مصانع أو آخر سندخل بعد غريل إذن إلى أدون الخزانة وما أشباهها وتعطيل اليد العاملة وتعطيل الاستثمارات قبل أسابع نصحوا رجال المال الوطني دخلوا رئيس الجمهورية على أساس أن أتي لا خطوة خطوة طلبوا رفع الدعم أو تحرير الديزل بالنسبة للقطاع التجاري ما هو تعليقك؟ هل كانوا مصيبين؟ هل كانوا مخطيين؟ وعندما رفع الآن على الجميع هل كان إقراء الدولة صحيح أم غير صحيح؟ هو يجب السماع لهم كشريح مشاريح المجتمع مثل أي مواطن يمني لكن يجب أن لا يأخذ رأيهم على محمل جد إذا كان خاطئ الرأي كان خاطئ دائما يتكلمون على خطوة واحدة صلاحية معاقبة المواطن فقط رفع الدعم على النفط ولا يتكلمون على رفع المرتبات أنا بصراحة من المنادين أول المنادين للموضوع رفع الدعم على المشتقات النفطية لكن يتكلم على رفع مرتبات إلى 60% إلى 70% يجب رفع مرتبات القطاع الخاص أيضا يجب أن لا تحارب الحكومة القطاع الخاص ونجد أن القطاع الحكومي أصبح نفس القطاع الخاص هم يريد من القطاع الخاص أن يعمل شيء الموضوع جميعنا على غلط لا يوجد شخص على صواب جميع التكتلات يتكلمون جزء من الحقيقة وجزء آخر من الحقيقة يقومون بإخطائها لكن للأسف الشديد لا أحد يريد من شاهده أن الجميع يهرب من قول كلمة الصراحة كلنا على خطأ لا أحد على صواب موضوع رجال أعمال كان مفترضهم أن يقوموا بطرح موضوع الضرائب أصلا التي لا تحصل لكنهم يريد معاقبة المواطن لا يريدون موضوع دفع المواطن رأس ما لهم يا أستاذ لا أحد يريد أن يعاقب المواطن يريد أن يستفيد من المواطن أكثر من قضية عقاب يعني نريد أن نقول لكن السؤال الذي نوجه لك ولهم يعني الحديث عن الاستثمارات البنكية التي ذكرتها الحديث عن تعطيل الاستثمار في اليمن بسبب الآمن بسبب أذون الخزانة بسبب ألي تحمل القطاع الخاص لأنه يعني رأس ما الوطني رأس ما لك هو التجار الذي معك في البلد والمال الذي يجري في أيديهم السيولة والأعمال والخدمات التي يقدمونها للوطن لماذا لم نسمع من التجار حتى الآن من يقوم ضد أذون الخزانة أليس الجميع يستثمر في أذون الخزانة حتى البنوك التجارية هو المشكلة أن معدل الفائدة في أذون الخزانة مرتفع وأصبح الربح فيها أكثر من الربح في أي مشروع آخر كنا نتكلم على عشرين في المئة أنصح نتكلم على ستعاشر في المئة تخيل أنه بفادة تراكمية قد يغلق سعر مئة في المئة في ثلاث سنوات لأنه لو قم فتح مشروع وتوظيفها عاطية على العمل سوف يحتاج إلى عشر سنوات خمس عشر سنوات من أجل عادة ثلاث سنوات إلا الصفقات السحرية التي تحصل منها يعني نصبح المواطن غريموا القطاع الخاص ولا قطاع الخاص غريم الحكومة سعر الفادة هو صراحة مشكلة موجودة في اليمن وغيرا نتكلم على سلسلة كاملة لأنه عندما حتى يتكلم الأخوة فيها مثلا فيها أخوة في أنصار الله عن موضوع أنزال الجرعة النفط ما هو الحال بعد ذلك هذا يقرأ وقتي وصوري وفقاعة لا أحد يتكلم على موضوع حل كامل أو حزمة كاملة للصلاحات أو وضع خطة دائما نقول من عنده خطة فليت راح خطة كاملة الحكومة هي مفروضة في صراحة أن تطلح الخطة لكن من يقومون بأسقاط الحكومة وما هي موجودة في المعارضة في كل دول العالم هم دائما تطرحون خطة بديلة لماذا نريد أن نسقط الحكومة؟ 1-2-3-4-5 لتطرحون أولا خطة للحكومة فإذا لم تسجيبها الحكومة يقومون بالوقوف ضد الحكومة لكن لا نريد بصراحة أن ننزل للفوضى أسقاط حكومة دون خطة اقتصادية هذا هو في عقد الله أفهم اللازم أرجع سعر النفط كما كان لن تنزل أسعار جربناها عندما كان سعر البنزين بـ 3500 في 2000 مرات وعادة إلى 2000 مرات ولم تنزل أسعار الآن لو نزل سعر البترول إلى 1000 ريال لعشرين لتر لن تنزل أسعار نزل إلى 500 ريال لن تنزل أسعار نشاهد من الملك العربة السعودية مثلا جيراننا سعر النفط رخيص وسعر المواصلات والنقل أغلى مليون لأن هناك عامل أخرى الأيد العاملة هناك عامل التضخم المطلوبة هناك تكلفة كاملة اقتصادية سعر الفائد والآخرى مطلوب حزمة كاملة للإصلاحات دعني أخرج من الموضوع قليلا وأتكلم في ما يطرحه البعض ونكون صريح معك أتكلم عن الموضوع الذي هو إسقاط الحكومة الرجاع النفط والإصلاحات أعتقد أن الخطة التي نجبها تنفيذ مخرجات الحوار ثم عمل حكومة عبر مخرجات الحوار ثم الحكومة هي من تقرر الإصلاحات الاقتصادية لكن لا نجد حتى من يطرح الحكومة يضعون العربة أمام الحصان يجب أن نعود لتنفيذ مخرجات الحوار وفي مخرجات الحوار بعض الحلول الاقتصادية يطرحها الجميع ومن ضمنها تغيير الحكومة تغييرات في الحكومة تغييرات الحكومة هي المشكلة التي يستطيع في الوزراء وليست في رئيسة الحكومة المشكلة في السياسات الحكومية لا المشكلة هي من مدير الإدارة إلى مدير عام وكلاء وزارة هذا الطبقة التي لم تتغير تقوم بتغيير حكومة يأتي حكومة أخرى وتبقى وإنما أدوات العمل كلها زي ما هي تبقى أدوات الفساد مثل ما هي أننا نتكلم عن الموضوع ما هي معايير التغيير حسب تحاين كل شخص يقوم بإعطاء أقاربها أو من طائفتها أو من مدينتها أو من منطقها أمس في كمك معايير وخلا مع المفاضل تطبيق الكوتة الموجودة في النساء بحسب مخرجات الحوار التوزيع الجغرافي والأقاليمي للوظائف دعونا نعود إذا حتى عندما نتكلم عن تغيير الحكومة حسب مخرجات الحوار مخرجات الحوار تتكلم عن نزل سلاح الميليشيات فأنا أوافق أن صار الله فيما يطرحونه ولكن تكون الخطة الأولى نزع السلاح لا تنفيذ مخرجات الحوار كاملة غير مبتزن بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة حكومة بحسب مخرجات الحوار ثم بعد أن نتكلم عن الحكومة هي من تطرح تقوم بعمل إصلاحات مالية وإذا لم تستطيع نقوم بتغيير الحكومة وحسب حكمها أخرى لكن لا نستطيع أن نبدأ من نزل أن نبدأ من من الأساس من المهم تنفيذ مخرجات الحوار طيب هذا الاستطرد أنت طلبته ووصالت رسالتك كاملة لكن الآن عندما نطرح عن رجال الأعمال يفترض أن يعقوموا بدورهم يعني مثلا الحكومة اضطرت إلى إجراء قاسي مثل هذا وهو رفع الدعم عن المشتقات النفطية يفترض بالتاجر وهو الآن أصبح يشتريه مثل المواطن بالسعر المحرر عالميا أن الأسعار لا ترتفع لأنه كان يشتريه من قبل بنفس سعر أو بأكثر قليلا الآن هو يشتريه مثله مثل المواطن يفترض بالأسعار لا ترتفع لماذا نجد أن رجال الأعمال والتجار والشركات يتنافسون الآن على من يرفع وليس من يخفض لأنه لم تعد هناك تكلفة يعني تكبره على رفع السعر تتعامل الحكومة بطريقة أخرى معهودة هنا أدل الحكومة إذا طبيعة الجشع موجودة في التجار ما هو الحل؟ خلقوا تجار جدد لمنافسة التجار الحاليين عبر الإقراض التجار الجدد أنا أتكلم عن إقراض الآن يعني كيف خلقوا تجار جدد؟ بسهولة سهولة عملية الإقراض التجار الجدد ما نجد الآن التجار الكبار هم من يملكون البنوك كل البنوك هي عبارة عن بنوك أسرية يقومون بإقراض أنفسهم بالدولار جميع القروض وفلوس المواطن اليمني التذهب قروض وهم لأصحاب البنوك وهم من يشترون السلاع هم متحكمين في الكاش هنا عبر التدخل عبر القطاع البنوك الحكومية أن تساعد تساعد في عملية إقراض رجال أعمال الجدد أصحاب المنشئات الصغيرة الذي يريدون أن يبدأوا هنا سوف يقومون بجلب السلاع وهنا أصبح الموضوع العرض أكثر من مطلب في السوق فسوف نضغط في عمية هم تستغرق هذه العملية سنوات؟ لا تستغرق من شهرين إلى ثلاثة بالذات في السلاع المهمة تمام؟ وهناك أشياء أخرى تحكم بارتفاع السلاعي إذا تكلم عن موضوع الكهرباء مثلا الأخوة في أنصار الله تكلمون أن يديهم فلوسة من دعم الحكومة فيها ونزالة الأسعار هنا أطالبهم بأن نأخذ المليار ونصف ونقوم بعمل ست محطات كهرباء توليد الكهرباء نعم تكلفة المواطن ماذا ترتفع تكلفة المواطن؟ بسبب نشاهد قد لا يملك كل مواطن سيارة لكن كل مواطن يملك مولد في البيت يصرف ما يعدل 100 دولار إلى 150 دولار في الشهر من أجل توليد الكهرباء في البيت هنا أنزلنا من تكلفة المواطن 150 دولار المياه أصبح كل مواطن أكثر البيوت أصبحت يشترون المياه تكلفة التي حكمت ارتفاع الأسعار هي تكلفة أخرى غير تكلفة المشتقات النفطية وهنا أعود وأذكر له أنزلنا سعر البترول إلى 1000 ريال لعشرين لت لن تتغير الأسعار لأن المشكلة هي مشكلة ليست في موضوع الجرعة وهنا دائما نتكرر على موضوع حزمة كاملة للأصلاحات ليس فقط خطة واحدة للأصلاحات نطب من الجميع المساعدة لأنها في قارب أحد طيب مع كل أزمة يمر بها الوطن نجد أن الاتحاد الغرف التجارية يقدم نصائح طيب متى سنجد اتحاد الغرف التجارية جال الأعمال أسأل مال الوطني والكلام اليوم ينصب عليه يعني اسمح لي لو لو لمرة واحدة يقوم بدور المنقذ يقدم مبادرة باتجاه السياسات الحكومية إن كانت صعبة أو ضدها إن كانت مخطئة أكون صريح معك رئاس النظر الوطن اللي تتكلم عنه هناك أكثر من 800 مليون دولار أخذوها رجال أعمال وهربوا بها الخارج من البنوك اليمني هذا في وقت الأزمة هذه في أدة سنوات وما زالت سنويا يقوم بأخذ الأموال من البنوك وتهريبها الخارج ويقوم بالاقتراض ويقوم بالاقتراض بالدولار وتحويلها وداع ذنخزان بالريال يجب مراقبة القطاع الخاص وعندما القطاع الخاص وعندما تأتي العيلات الزみ القوانين والشروب دعم قطاع الخاص آخر هنا نجد أنه نعمل إحتكار إحتكار في قطاع الأتصالات مثلا ثلاث شركات هي من تطير القطاع الأتصالات وأصبحت الإتصالات في اليمان الرابعة أو أربع شركات أصبحت قطاع الأتصالات في اليمان أغلى من قطاع الأتصالات في بريطانيا تكلتها هناك شيء آخر موضوع أنترنت شركة واحدة تطير الأنترنت وأنترنت سيئة وأنترنت مرتفع هو عملية الإحتكار رجال الأعمال الآن. الأغلبية هم مبارحاً سرطان في الاقتصاد. بيوت رجائرية. نعم يجب دعم المشيئات صغيراً طويلة. خلق رجال أعمال جدد. ما نجدهم حالين هم محتكرين للاقتصاد. يعني نحن اليوم محايدين في يمن شباب. نطالب بدور لرجال العمل. أنت تطالب برجال أعمال جدد. رجال أعمال جدد. طيب ما هو دور الموجودين الحالين. يعني ما هي نصيحتك التي تتوقيها لهم مباشرة. ونصيحتي بصراحة لهم إذا خرجوا. نعم إذا خرجوا. نعم إذا خرجوا. ولا أزمة اقتصادية يعني بحتة. صحي. ما هو دور يعني الرجال الأعمال والقطاع الخاص. هم ملاك البنوك. يجب عليهم تسهيل عملية الإقراض لرجال الأعمال. الجدد. لأن لا يحتكروا الموابع لهم. لخلق مشاريع جديدة. لا يحتكروا الموابع لهم. الجميع يحتكر. الجميع يريد بصراحة بقدر المستطاع. ثم الهرب. تمام. وأنا يجب عملية خلق رجال الأعمال الجدد. لأن بصراحة جزء كبير منهم لا تستطيع التقى فيهم. عندما نتكلم عن ثمانمائة مليون دولار. نهبوها وهربوا للخارج من البنوك اليمنية. كيف تصدر؟ أجد أن تركز على هذه النقطة تحديدا. نعم. مسألة الهرب بالأموال إلى خارج البلد. هذه ربما نحن لم نضع لها هنا. يعني لم نفرد لها مساحة. لكن سأترك لك المجال. توضح يعني أكثر. تقترب أكثر من العمق. من يهرب بالأموال الخارجة بلد؟ يقومون بملك البنوك جميعهم. ليسوا جميعهم. ولما جزء كبير منهم في القائمة السوداء. البنك المركزي. يقومون باكتراب أموال. أول مرة نسمع أن هناك قائمة سوداء للبنك المركزي. وملك البنوك جزء منها. هم في القائمة السوداء اللي نتكلم عنهم. يقومون بأخذ أموال من البنوك. الأموال التي يدعها الناس. يدعها الناس. وحساباتهم مكشوفة. وهذا بسبب خلال في البنك المركزي. أنا بصراحة دعني أقوم بصراحة خمسين في المئة من مشاكل الاقتصادية يتحملها البنك المركزي. بالرغم أن دورة كان جيد في عملية المحافظة على سعر الصرف. لكن محافظة البنك المركزي حلية تقاعد من ثمان سنوات. هو وبعض الوكلة. فأصبت عمل تغييرات حتمية يجب أن تكون في البنك. البنك المركزي مسؤول على تضخم. البنك المركزي مسؤول على معدل البطالة. البنك المركزي في كثير من دول عام هماني راق خطط البلد. لكن البعض يرى أن البنك كان له دور وخاصة إشهادات كثيرة بمحافظة البنك في تثبيت سعر العملة. هو الجزء الشكر هو بصراحة التحويرات المقتربين اليمنيين. الذي تفوق عادات نفط الغراز. هي من حافظة على سعر الله. لكن نتكلم على بعد أربع سنوات. لماذا نتكلم على ودعني وجه الرسالة بصراحة لأنصر الله؟ بعد ست سنوات من اليوم سوف يكون عندنا عجز في الميزان التجاري بأكثر من 25 مليار دولار بين الصادر والوارد. من أين سوف نأتي المبلغ؟ تحويلات المقتربين لن تستطيع أن تغطي أكثر من 25 مليار دولار من هذا المبلغ. من أين البقية؟ لا نتكلم عن موضوع الآن عمية انتحار. ما نشاهده. توجه للعنف دون خطة. إصلاحات كاملة هي مرتبطة. البنك المركزي هو مسؤول على الجزء كبير مما يحصل. طيب دعني يا سيد عبد الكريم أقول أن يعني البنك المركزي يحتاج له حلقة لحاله. فأنا أعتقد أنه ربما نخصص البنك المركزي وسلبيات وإيجابيات في حديث الاقتصاد. لكن ما دام متطرقنا إلى البنوك. الآن جماعة العنف مثلا في الحضرموت وغيرها تستهدف البنوك بالدرجة الأساسية. فروع البنوك. اقتحامات. الدخول في سرقة الأموال ويدعي توزيعها على المسلمين. أيضا تحويلات التي تأتي الجماعة المسلحة في اليمن تأتي عن طريق البنوك. لا توجد رقابة. كيف تأتي عن طريق البنوك؟ لا توجد رقابة على موضوع الاستلام الحوالي من الخارج. كلها تسلمها جماعات العنف اليمن. طيب هذه الآن معلومات خطيرة أستاذ. لا هذا معلومات صحيحة. وهذا تأتي الأموال عبر البنوك لجماعة العنف. هل كشفت بعضها مثلا الحقاقات الدولة؟ لا يستطيع عمل تحقيق. يطلقون فقط موضوع الاعتمادات. موضوع الحوالات. موضوع صور لهويات الشخصية. ما يسمون الحوالات. فقط وقت هذا. هل بين قانون مكافحة تغسير الأموال وغيرها؟ هذا ليس موجود. هذا موضوع العنف لا أحد يلتزم بصراحة. لا أحد يلتزم. لا أحد يلتزم بصراحة. ليش يعني إحنا الآن خايفين على مستقبلنا من رجال يعني الآن أصبح اليوم الحلقة جعلت كأن العنف هذا كله وراءه البزنس. ليس وراءها الرجال الأعمال. إنما وراءه الجميع ليس نتعاون في هذا البلد. لا أحد نتعاون في هذا البلد بصراحة. لا أحد تهمها أصبحت مصلاحة في اليمن. وكل شخص أصبح الموضوع موضوع عقائدي. أصبحنا نتحول إلى موضوع طائفي. طيب القاعدة تنهب المال. نعم. الأنصار الله يقولوا بي يموّلوا الخزينة العامة بمليار ونصف مليار دولار. ورجال الأعمال يهربون المال من اليمن. طيب. يعني ما الفرق ما الفرق بين ها كلهم يمعات وعنف إذن. شوف بصراحة القاعدة دموية. لا نريد بصراحة تتكلم عن القاعدة. لكن ما نموضوع على أنصار الله أنه خاصة أن نتحاور معهم في الأول الأخير. نتمنى ذلك نحن. نتمنى ذلك نحن نتمنى ذلك بجزء بصراحة من المجتمع. أنصار الله ينتكلم عنهم في. يعني ربما اخطأوا الطريق فقط في طريقة التصحيح والإصلاحات. لا. أنصار الله منهم في المطار يجب أن نتحاور معهم. أنصار الله منهم على مداخل العاصمة صعائية. لا نستطيع أن نتحاور معهم. أنصار الله منهم في خط المطار. هم مواطنين مثلنا مثلهم. جاءوا بالسلم ويريدون مظاهرات. ومطالبهم بصراحة مطالب حقه في الأول وآخير. أنصار الله منهم على مداخل العاصمة صعائية. عبارة عن جماعات مسلحة. فأتمنى أن يقوموا بيمنهم على مداخل العاصمة صعائية. وضع سلاحهم في البيت واتوجه إلى المطار مع أخوانهم إلى إشارع المطار. والتظاهر معهم هناك. مطالبهم حقه. وأنا بصراحة مؤيد المطالب هم. لكن في عملية هيكلية المطالب. تفيد مخجالات الحوال كاملة. ثم بعد تشكيل حكومة. ثم بعد ذلك الحكومة ثم بعد ذلك الحكومة ومعنى السلاحات. طيب ما هو تأثير سيطرة جماعة العنف على بعض المحافظات والمناطق. على نشاطة البنوك والعملية الاستثمارية. والله صراحة الوضع سيء. حتى إذا أتكلم عن أشخاص يريدون القدوم لليمن والاستثمار. ما هي المشارع التي سوف تحقق لهم هذا في هذا الفترة؟ المشكلة الاقتصادية هناك حلول مقتها. نتكلم عنها. هناك حلول طويلة ما تجيب أن نعمل فيها. لكن أنا بأنصح إشراك الجميع في عمية الحل. لكن الحل حكرا على أحد. أن تحطن المشكلة الاقتصادية على الطاولة. وأن نطلب من الجميع الحلول لهذه المشكلة الاقتصادية. ليس فقط عميت عمي شي محدد. تخيل لو نزرت الآن أسعار نفط. ولن تتغير الأسعار. ثم ارتفعت أسعار نفط مرة أخرى. واتفعت أسعار أكثر. التضخم في اليمن هو كارث على المعطب. يجب أن نتكلم عن الموضوع يبقى المظاهرين مظاهرين. لا نريد أن الوقت فيها نصار لأن يكونوا سعباً مظاهرين. قد يكون هناك أشياء إيجابية من هذا الموضوع. نريد طرح حلول كاملة لمشكلة الاقتصادية. نريد رؤية من كل جهات نتكون بوضع رؤية كاملة. ليس فقط عملية. قالت حكومة تقرح. يا أخي نشاهد في الأردن. أكثر من خمسين حكومة خلال ثلاثين سنة. ومعدل ثلاثين وسبعة عشر لكل حكومة. ما هي النتيجة. لسا الموضوع قبل التغيير حكومة فقط. ننضع عملية كيفية هيكلية الدولة. بحسب مخرجات الحوار. إذن تنفذ مخرجات الحوار ثم بعد ذلك تغيير حكومة. طيب. سعدة عمران القيوف حضر الموت يعني هي المحافظات التي تسيطر على أو تخضع أقول لي أعمال عنف. يعني هل من نظراء اقتصادية لارتفاع وانخفاض العمل الاستثماري والتجاري فيها؟ لا يجد بصراحة فيها أي استثمارة. لا يجد فيها تعليم. لا يجد فيها صحة. مثلا هي أسوأ من باقي المناطق قليمة. فيها دراعة فيها منتجات. لا يجد فيها تعليم. لا يجد فيها طرق. لا يجد فيها كهرباء. لا يجد فيها يعني إلى أي مدى أثرت عليها أعمال العنف. بصراحة سبب أعمال العنف هذا الأشياء التي تخلمنا عنها. لا لا. ما نجدها الآن هي تراكمات ثلاثين سنة سبقا. لم تأتي في يوم وليلة. لكن نحن الآن على أبواب مشكلة ومشكلة محددة بواحد ثنين ثلاثة. طيب. وهناك يعني أمثلة مضروبة في المحافظات التي يعني مثلا إذا خضعت صنعاء إلى أعمال العنف. يعني ستتضرر كثيرا. سيتضرر العمال الاقتصاد والاستثمار كذا. الآن نحن ندعو الجميع من خلال هذه الحملة إلى مواجهة العنف ليس بالعنف وإنما بكلا بطريقته وكلا بمجاله. ما هو الدور الذي ننتظره الآن من الغطاع الخاص في مواجهة يعني تذويب هذه الحركات. عليهم خطة للبلد وتقديمها. ليس في قطعة عمية جرع أصلاح سعري محدد. ويجب أن يكونوا شجعان. مثلما تكلموا على موضوع اللي هو الرفع على الأسعار في المشتقات النظر. يجب أن يقولوا لماذا تم رفع. أنا بصراحة من المناديل لم عمية رفع على المشتقات. لكن أنا كنت أناديع عمية رفع المرتبات في القطع الخاص في القطع الحكومي. لم تستطع الحكومة الآن أن ترفع العلاوات. يا أخي. وهي مؤقلة منذ سنواتنا. يا أخي. هناك سبعة مليار دولار في موازنة الدولة لا تصغل بشكل صحيح. تصرف. لكنها لا تصغل بشكل صحيح لا يجد لها عائد عليها. هناك خمس مليار دولار في الطرائد. لا تحصل. هناك أبواب أخرى للدخل ليست موجودة. موجودة ولكنها لا تحصل. ليست لدينا مشكلة صالح. لدينا مشكلة فساد. لكن لا يجب معاجلة الفساد بالذهاب الهاوية أو بعمال عنف. نشاهد في الصمال ما ذا حصل. دخلوا في في العنف. ثم لم تحتل المشكلة لها كم خمسة عشر سنة. نعم. وقد استمروا مساكن إلى عشر سنوات وخمسة عشر سنة. طيب. تعليقك على تورط بعض رجال الأعمال في دعم وتمويل جماعات العنف. يجب على حكومة بصراحة معاقبتها. انتدأ عرف أن هذا ليس كلاما من الصحف. هذا بيان مجلس الأمن الأخير. حدد أنه لا تزال هناك ارتباطات لأشخاص وقهات في دعم وتمويل العنف. موضوع العنف وتمويل العنف هو ذو عم أبهم. هناك أي شخص بدعم العنف يجب أن يحاسب. لكن هناك لا يوجد فرق بين مواطنين يقوم بعمال العنف نفسه ورجل العمال يقوم بدعم العنف. جميعهم مخطئون. لكن يجب أن يتوقفوا الجميع عن هذا الموضوع. نحن ننطق إلى موضوع طائفي. لن يستطيع أحد الصيف طرح عليه. لا يستطيع أحد أن تقول توقف عن دعم العنف وهو جد نفسه مهدد. نعم. نعم. يجب أن يكون هناك مساواة في الجميع. مساواة في العقاب ومساواة في المكافأة. لا يستطيع أن تحمل الشخص وأن تترك شخص آخر. هناك من تحدث عن مهربي ديزل. مهربي بنزين. تضرروا من هذه الإقراءات فدعموا الاحتجاجات. وكل شخص بصراحة تأثر موضوع رفع الأسعار. ليس فقط موضوع المهربين. المهربين هم المستفيدين الأول في الأخير. وهم المستفيدين الآن في عمية إنزال السعر. وكانوا مستفيدين حوالي تسعين بالمئة من الأدعاء. هم الآن مستفيدين في عمية إنزال السعر. بحسب دراسات قام بها بعض الأخوان هناك استفيدين حالي ثمانية مليون دولار في سنة. وليس المليار والنصف الكامل الذي سيتوفرها الحكومة. لكن نتكلم إذا نزلت الأسعار سوف يعود المهربين. لا أحد يستطيع السيطة الحالة موضوع للحدود. وعمية التهريب. الموضوع مكلف جداً. لا يجد حال إلا برفع الدعمة بشكلات المفطية. ولكن برفع الأسعار. بتحكم البنك المكازي في موضوع الطبخهم. ومشكلة خطال البلد. مشكلة حالة مشكلة البطالة. وفي إشراك جميع القوى السياسية في عملية الإصلاحات. هم شركاء في الحوار. واتفقوا على موضوع الحوار. يجب أن يكون كلامهم كلام رجال بصراحة. مدام ما اتفقوا على موضوع الحوار ومخرجات الحوار. فإن يضغط الجميع من التنفيذ من مخرجات الحوار الأول والأخير. طيب. أستاذ عبد الكريم. كنت أريد أن نختم بتفاؤل. لكن الآن السؤال الذي يطرح نفسه. هل نتوقع أن ناس وطنيين طلعوا لنا قائمة بأسماء البنوك وشركات الصرافة التي تسهل مرور الأموال عبرها بجماعات العنف؟ الحكومة تستطيع أظهر هذا الموضوع. ولديها كافة الصراحية. محاسبة المقصرين بصراحة في هذا المجال. لكن لا نستطيع بصراحة أن نقف مع شخص أو مع جهة أو طرف ضد الآخر. دعنا نتكلم عن موضوع الحل. الحل هي كلها ثلاث ساعات للآن. دعنا نكون صراحة معك. كلها ثلاث ساعات بالسيارة راح لأصعدة. إذا لم نستطع بصراحة ودعني أدخل في السيارة. نستطيع أن نتذك مع الأخوة في أنصار الله. نستطيع أن نأخذ طيارة ونذهب إلى إيران. إذا وصلنا إلى مرحلة العودة. ولكن أعتقد أنهم لم تطرحوا أثاث المطالب. هي مطالب حق. ولكن يجيب عدد حيكلتها. مثل ما تكلم. وقالنا نتكلم عن موضوع الحكاب. كم نستطيع أن أعجب؟ لا نستطيع أن نحاسب الفاسد الصغير والنطر الفاسد الكبير. لكن يجيب أن تقفل الصفحة بشكل عام. ونضع صفحة جديدة مع قصوية الناس على الدستور. ولن تقال إلى بنائم جديد. الأستاذ عبد الكريم العواضي الخبير الاقتصادي. كنت معنا في هذه التغطية. أشكرك شكراً جزيلاً على حضورك إلى هنا. مشاهدين الكرام بعد الدقائق الخبرية والفاصل. سيكون معنا الدكتور ياسين التميمي حول السلم والتفاوض. كخيار استراتيجي لرئيس الجمهورية. نأمل أن تبقوا معنا. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. تقبلوا خالص التحية من الزميل معدل البرنامج عمر العمقي. ومن المخرج الأستاذ علي بن علي. وهي لكم مني أيضاً. ومن كافة الزملاء في طاقم البرنامج. شكراً لكم. والسلام عليكم.